كنديرو الخضروات تقريبا من الزمان ورتنا على الأجدود ديالنا بالنسبة للمزروعات اللي كنديرو هنا كينا واحد مجموعة الأنواع للخضرات اللي كنديرو كينا معطي شاول الفلفلاء لخيار كورجيت و السلاوي بالنسبة للمنتوجات اللي كي دير الفلاح اللي كي صار علا باش باش يوجدها الحمد لله كي دير واحد مجهود كبير اللي هو كي خدام و كي تعاب و كينا واحد المجهودات كبيرة كي يطمح لالفلاح وبنسبة لحاليا دابا في هاد الوقت اللي كينا في حنا شهر خمسة و شهر سسة بجامعة هاد الوقت دال كوفيد تسعة عشر بعد كوفيد دال الكورونا لقينا واحد المشكل دال التسويق رغم الانتاج الحمد لله كين وموجود والخيارات موجودة من جميع الأنواع و المشكلة اللي طيحنا فيه هو التسويق الأسواق محال لاش بحال دابا معتشا كما كتشوفوا في عين المكان ما متبعتش الفلاح دابارها 4 شهر و هو مقابلها توجدات بجينا للسوق باش نتبيع السلاع دينا متبعتش دابا كينا كتخماج كتلاح في الأرض كتشي للسوق متبعش تعاو ترجع السبب اللي خلا معتشا متبعش ولا ماداش هو ما الأسواق اللي ما محلولينش حال غير السوق دي الداربي دامار شي كريو أو الأسواق مراكش ولا كتبع الأسواق اللي هي كبيرة شوية ما قد هزتك لذلك العدد اللي كيندى الفلاح والحمد لله معروفة المنطقة دي الأولاد غالم بواحد مجموعة الخضروات و عنده واحد مجموعة دي الفلاح أكبر ولي كيخدمو كيندتشوا واحد الكيمية كبيرة على هذا كان نطلبوا من المسؤولين يدير واحد التيفات على المنطقة هناك ما كانت زمان اللي كانت معروفة بتصدير الخضروات خصوص الطماطيم اللي كانت كتصدر للخارج على برا أول منطقة اللي كانت صدر الطماطيم هي هذي منطقة دي الولدي يولى أولاد غالم اللي معروفة بغينا ميدين واحد التيفاتة يجعوه يقول فلاح وحد شوية ويتفتولي شوية وعلى الأقل يكون عندنا واحد السوق نموذجي هنا في منطقة دي الأولاد الغالم اللي كانت عرف وحد باش موعد الفلاحة كبار اللي كيخدمو كيصارو كتكون واحد الوحد الإنتاجية كبيرة بززاف كانتمنى 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 مسؤولين لدى الجديدة والأرباط ووزير الفلاحة بنفسه يجي يزور المنطقة هناللي المعرش أنا كان بكيبالي يناسيها نبغي هو يدير واحد التفاتة ويبغي يزور المنطقة هنالولاد غالم ولا الوليدية ولا إقليم جديدة ويشوف الفلاحة ويشدو بيديون دياله مراها الفلاح دباحنا كما كان قوله ويدضحت لي مشا ما ما كينوالو ومتراكم عليه ديون ومتراكم عليه كريديات ودير الالتزامات مع الشركات الدلدواء مع الشركات الدلنقري مع موالي زريعان ويجي يجي للمنتوج دياله ما كييتباعش ليه الله غال بعد المشاكين اللي كيتعرض لها الفلاح هنا في المنطقة بعد المشاكين ديال الدودا ديال بعض الحشرات اللي هي واحد نوع ديال الحشرات اللي هي واحد دودا اسمي تا توتا بشروطة اللي ديالفلاح زز على المقاومة دياله كينة واحد المجموعة من الأدوية والأدوية ديالها غالية اللي كاد وصلت تقريباً من واحد عامين ولا ثلاثة ألطاً ربعة ألف درام الليل وده بارة حالياً مفقود نبلاً ندكر الاسم ديال هاد النوع دياله الدودا اللي هو ده بواس تلتالف درام ألفين وخمسمية درام ويني ما بقاش كي بحل الدودا ولا تكتقاوم ديال الدودا ده باحنا فلاح هاد با كتشوفوا الماطشات هاي كينة موجودة ويني مضرّة من ديال من ديال ديال ديالتوتا أبصالو ده ده با كان خسنا بعض التقنيين اللي يشوفوا لنا شي حاجة اللي تقدينينا على هاد الحشرات اللي تقديني هاد الدودا هاد دول 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 الاهمية اللي كينة دول مشكلة المتروععدنا هنا يا وبعد نحن ندرن واحد واحد بعد تجاريب هنا يا مع واحد دل دل موتبير اللي قديني نخدامين مع هذا با اللي إحنا ندرن فيه طور كورجير ده بادلين واحد تجاريبة مع واحد السبعاد الفلاحة أولئة سمانية ديل 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 ماطيشة وغادي تكون شهر ثمانية نشاء الله بعد تجاريبات خرين ان شاء الله وهذه مبادرة زوينة لإشناها وإشناها كي يكونوا تحديلة للتربة كي يعطوك بعض الأسبيدة بزفت الأنواية وكي بتبع معاك وخلف الله كي يبدل واحد مجهود كبير صعيب الحال باش هاد ماتشاني إحنا واقفين في دابع كتبوجد فامن 15 شهر 12 وانت اجتاها حبة وزرعتها تقريباً في شهر خمسة باش بوجدتها ولات كركوبة وتجيل السوق وتجيل البيع ديارك وما تتبعاش هاد هي كاريتك حالا بنسبة الفلح طماطيم كانت تنقصوا لي قسمين القسم الأول اللي كي يسمى بالزراعة الخريفية طماطيم يعني غير مغطات كانت تمان ديالا ديك سعف بالنسبة للتصدير أولية ثلاثة درهم ربعة درهم طماطيم المغطات اللي كتب ده في بداية يناير وكتنتهي حتى ماي أبريل ماي كانت كتجي بحوالي خمسة درهم ستة درهم وكتصل أحياناً إلى ثمانية درهم حتى العشرة درهم اليوم ما بقيتش نشوف ولو إلى القليل بعد الفلحة اللي باقين كيحتفظ بواحد بويوت قليلة ولكن الناس دابا كيخدموا للطماطيم ولكن كيجيوا تلت تصويق كيلقوا مشكلة للتصويق في غياب سوق يعني سوق ناموداجي لتصويق طماطيم والخضار المختلفة المنطق كنتج طماطيم والجازار واللفت والفلفل وأنواع أخرى اليوم اللي كنشوف الفلح في يعني في ظل الغلاء اللي كان دي الأدوياء دي الغوبار دي المواد المختلفة اللي كي يستعمل الفلح في إنتاج طماطيم كنشوف الفلح اللي كيتعطى لبعض الزراعات اللي كانت يعني كانت تقليدية بحل الدراء بحل بحل القرعا بحل شي حاجة اللي كانت تقليدية كانت في زمن اللي بغيت نأكد عليه واللي كان طالب بيه هو إنشاء سوق سوق اللي تتسوق في الخضار لأن الفلح ما كيلقاش فيني سوق الخضار ديالي مما يعرضوا إلى إلى المضاربات ومطارف الوسطة لأن الفلح كيبيع الوسيط والوسيط كيبيع الوسيط ووسيط حتى كيوصل الخضراء المستلك إذن الفلح كيبيع بوحتمان بخص ما كيغطيش ريت المصاريف دياله ونبغي نشير إلى أن المصاريف لهكتار الواحد يقدر يوصل تلعشرة المليون بالنسبة للفلح اللي غادي يخدم أرض جديدة خصوة عادي يبدأ يجهز فيها عشرة المليون سنتيم الأرض اللي مثلا مجهزة كانت خصوة تلعشرة المليون سبعة المليون لا تنساش تابوني فلحين وتأكتفي الجرس لكي يوصل لك جديد الفيديوهات من هذا البرس